نعم السؤال الذي ذكرته هو خلاصته أن الإنسان يبتلى وعندما يبتلى يلتجي إلى الدعاء الإنسان ضعيف كل ما يصيبه المس والضر وكذا فهو يلتجي إلى الله والسائل يقول كيف السائل هذا يعلم الذي أصابه الضر ويدعو الله أن يفرجه عنه هل عند طريقة يعرف بها ما إذا كان هذا الذي أصابه هو لرفع درجته ورفع منزلته عند الله وتعظيم ثوابه وأجله أهو عقوب له هل هناك وسيلة يعرف بها الإنسان عندما يدعو يعني إلى أي اتجاه هو أقول لا شك أن المصائب والابتلاءات هي لها جانبان كما ذكر السائل قد يبتل الله المسلم لابتلاء إذا كان لمسلم يختلف عن الابتلاء لكافر إذا الله عز وجل ابتلاء الكافر فابتلاءه لا شك أنه عقوبة لأنه ليس له فيه أجر الكافر لا أجر له لأنه شرط الأجل الإيمان بالله وهو لا يؤمن فما يصيب الكافر من وصب ونصب وعذاب وتعب في الدنيا ما يصيبه كله هو عقوبة وعذاب عاجل في الدنيا إضافة إلى ما ينتظهما العذاب العظيم في الآخرة وقد يقول قائل يعني كيف إحنا الكفار يعني أن أرش فيما يصيبهمش العذاب وهذا يعني يتهيأ للناس بل لم يصيبهم العذاب أشد ما يصيب المسلمين من العذاب فما نراه يعني من الأعاصير التي تحصدهم الأعاصير التي تحصد الآلاف في يوم واحد وكذلك السنام والغرق والهدم والحرائق وما يصيبهم الأمراض والأوبئة والخبائث المسألة هذه كلها هذه كله عذاب عاجل لهم في الدنيا ليس له في الآخرة ثواب وهذا بخلاف المسلم المسلم إذا أصابه شيء من هذا فإنما إذا كانه عقوبة فالعقوبات كما هو الصحيح هي جوابر وليشة زواجر تجبر وإيقاظ للمسلم وتنبيه له بحيث ينتبه نفسه ويستيقل ويراجع نفسه فيتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى وتكون عاقبة المصائب عليه خيرا أما الكافر فعقوبته هي عذاب في الدنيا بالإضافة إلى عذاب الآخرة بل زينا للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا أو عذاب الدنيا لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب الأليم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب الأليم الذين لا يؤمنون بآيات الله يعني ووصف بأنهم لا يهديهم الله هؤلاء ميؤوس منهم والله عز وجل أعرض عنهم ولا يتيح لهم فرصة الهداية فإنهم سيموتون على سوء العاقبة ولهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا هذا العذاب عذاب أليم في الدنيا لأنه يأتي بعد ذلك في أخي الآية وعذاب الآخرة يأتي عذاب الآخرة وما لهم من الله من واقع فالكافر عذابه يعني على مصيبه عاجل في الدنيا وعذابه في الآخرة أما المسلم فإنه إذا أصابته الضراء فقد يكون فيها خير له قد يكون له فيها خير لأنها إذا أصابته المصائب يراجع نفسه ويتوب ويرجع إلى الله أما إذا كان المسلم هو معلن لمعصية الله ومجاهب الفسق والعصيان والعداء لله والرسول والمؤمنين والكيد والمكر بالمسلمين ومع ذلك لا يصيبه شيء فتلك أيضا عقوبة أخرى وهي أعظم من عقوبة الأولى هي عقوبة استدراج عقوبة استدراج ليطبع الله على قلبه ويجعلهم من الغافلين فلا يتوب كما قال تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما فالمسلم ينبغي أن يسأل الله العافية من الاستدراج لأنه لا يفرح بأن الله عز وجل من دم يعاقبه بل عليه أن يفرح إذا عاقبه ولمسلم لا يتمنى العقوبة ولا يتمنى الابتلاء لكن إذا وقع الابتلاء عليه أن يصبر ويفسله بأنه مسر له لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث إن المسلم يعني إذا أصابته ضراء صبر وإذا أصابته صراء شكر ولا يكون ذلك للمسلم عاجبا لأمر المسلم إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمسلم إن أصابته ضراء صبر وإن أصابته يعني سراء شكر فهذا هو الذي ينبغي دائما للمسلم أن يفسر به الابتلاء والمعاصي والله عز وجل ذكر لنا في كتابه العزيز وذكرت لنا السنة أن الله عز وجل يصيب المسلم يصيب الناس بما كسبت أيديهم يعني العقوبة كون المصائب تكون عقوبة هذا بنص القرآن والسنة قال تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك ما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني من عملك من ذنوبك ما أصابك من سيئة فمن نفسك من ذنوبك وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير والله تباك وتعالى ابتلى خير عبادهم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد الأنبياء والرسل ابتلاهم في غزواتهم وفي حروب وفي جهادهم وفي غزوة أحد أصابتهم مقتر عظيمة ومصيبة كبيرة والله عز وجل بيّن سببها وقال تعالى في سورة العمران أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم أنتم السبب لأنكم خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كواقع لكم مواقع هذا دليل على أن المصائب قد تكون عقوبة عاجلة في الدنيا وهي المسلم المسلم لا ينبغي أن يتضايق منها بل أن يصبر عليها ويدعو الله عز وجل لرفعها فإنا تكفر ذنوبه وقد تكون المصائب ليست عقوبة المسلم وإنما هي منزلة ورفعة وتعظيم درجة وتكثير أجر فقد ولد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحديث كثيرة تدل على ذلك ما أصاب المسلم من وصب الشوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن المصائب تخفف الذنوب وترفع الدرجات واصلح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المسلم الذي سبق له في علم الله منزلة ودرجة لم يبلغها بعمله فيبتليه الله عز وجل بالمصائب يصيبه في جسده ويصيبه في ولده ويصيبه في ماله من أجل أن يبلغ المنزلة التي أرادها الله عز وجل وسبق في علمه أنه يكون بها في الجنة وعند منزل عند الله في الجنة لابد أن يبلغها قد يخصر عمله عنها فالله عز وجل يوصله إلى تلك المنزلة التي سبقت في علمه وقدرها له وأنه لابد أن يصلها يبتليه إذا ونقص عمل يبتليه بالمصائب فيتصيبه المصيبة في ولده أو في ماله أو في بدنه من أجل أن يبلغ تلك المنزلة ولكن قد يقول الزقائل كيف نعرف أن الإعصابة هو عقوبة ولو تعظيم أجر أقول له تعرف ذلك بأمرين كما ذكر العلماء تعرف ذلك بالاستقامة إذا كنت مستقيما مع أمر الله لا تكذب ولا تفير ولا تنهب المال ولا تتصلت على عباد الله بالكيد والمكر ولا تولي عداء الله وتضر المؤمنين والمسلمين كما يفعل الكثير من المسلمين الآن في بلادنا وفي غير بلادنا يتعاونون ويولون عداء الله على المسلمين ويسفكون الدماء ويقطعون الأرحام وينهبون الأموال ويشقون على عباد الله ويفعوا المعاصي والموبقات أو يغلون في القتل والحرابة وقطع الطريق وشرب الخمر والزنا والمخدرات والفسوق والمعاصي إذا كان الإنسان على هذا الطريق فليعلم أن المصاب التي تصيبه هي عقوبة عاجلة من الله وعلي أن يتوب منها وإذا كان هو على طاعة الله وعلى استقامته يأتمل بأمره وينتهي بنهيه فليعلم في الغالب أن هذا الذي أصابه هو رفع منزل وتعظيم أجر عند الله والعلامة الأخرى هو الصبر على المصيبة الإنسان إذا أصبته المصيبة وصبر عليها وعلم أن ذلك من أمر الله وأن الله عز وجل مبتلاه إلا ليصطفيه وليختبره كما جاء في الحقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم سئلة في الصحية أي الناس يشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل إذا هو فسر ذلك على هذا النحو وكان مستقيم على أمر الله فهذه علامة على أن ما أصابه وصبر على ذلك هذا علامة على أن ما أصابه لتعظيم أجره ولكن على المسلم على المسلم أن لا يغتر وعليه أن يحتاطي نفسه ويتهم نفسه دائما بالتقصير ويتهم نفسه أنه على ذنوب وأنه يجد التوبة من الله مع حسن الظن بالله يجمع الأمرين يخاف من الله ومن معاصيه ويخصن الظن بالله فإذا فعل ذلك كان بإذن الله من الناجين يرى عن بعض الصالحين أنه كان إذا رأى السماء تغيرت أو هبت الرياح قال ما أصابكم هذا هو بسببي فإذا خرجت عنكم ورحلت عنكم فإن الله سيذهب عنكم يتهم نفسه دائما بأنه هو التقصير ويخصن الظن بالله هذا هو المعيار ترجمة نانسي قنقر